هل يترى الارنبيت او الزهرة من الخضروات اللي بتفيد الناس اللي عايزة تخس او تقلل وزنها? وهل الارنبيت بصفة عامة بيعتبر من الاغذية اللي قيمتها الغذائية المرتفعة? في الحقيقة الارنبيت بيعتبر من الخضروات الغنية بالالياف. والالياف مهمة جدا لصحة الجهاز الهضمي. لان وجود الالياف بتسهل حركة الامعاء بشكل كبير. وكمان بتعمل لنا وقاية من الامساك. مش بس كده الالياف كمان بتقلل مستوى السكر في الدم. وبالاضافة لده كله الارنبيت بيحتوي على كمية كبيرة من مضادات الاكسادة. وده بيعمل لنا وقاية من الشوارد الحرة. وده بيمنع حدوث بعض الاورام السرطانية زي سرطان القولون وسرطان البروستات. كمان الارنبيت هو ابن عام البروكلي فيهم مادة اسمها الكولين. والمادة دي مفيدة جدا لصحة المخ والجهاز العصبي. كمان في ناس ما بتاخدش بالها ان الارنبيت في كمية مش قليلة من فيتامين سي وده بيعمل لنا وقاية فصل الشتاء من الاصابة بنزلات البرد. وكمان برضو بيعمل وقاية من الاصابة بكترية التهاب الحلقة. طيب هل الارنبيت مفيد في انقاص الوزن او الناس اللي بتعمل دايت عشان تقلل وزنها? الارنبيت بيعتبر من الخضروات اللي سعراتها الحرارية منخفضة. يعني كل ميت جرام من الارنبيت فيهم حوالي خمسة وعشرين سعر حلالي فقط. بس هنا لازم نقول حاجة مهمة جدا. اننا لما بنقلي الارنبيت بنعلي السعرات الحرارية فيه لان احنا بنضيف عليه الديقية الابيض وكمان برضو بنضيف عليه بعض الخلطات وبعد كده بنحمره او بنقليه في الزيت. عملية الالية او التحمير في الزيت بتضيف سعرات حرية للارنبيت وده ما بيفتش قوي الناس اللي عايز تخس او تقلل وزنها. عشان كده بيكون من المفيد ان احنا نطبخ الارنبيت في الفرن عشان ما نزودش السعرات الحرية فيه وممكن برضو نطبخه على البخار زي البروكلي. وممكن يدخل جوه مكونات السلطة وممكن برضو نعمل الارنبيت شربة زي ما بنعمل البروكلي برضو في شربة البروكلي وممكن نعمل برضو شربة الارنبيت لانه كل الوصفات اللي تصلح للبروكلي ممكن تصلح للارنبيت والطعم كمان متقارب لانهما من نفس العيلة النباتية. طريقة طهي الارنبيت وكتير من المواد الغذائية بيفرق جدا في اضافة السعرات الحرية عليها عشان كده الناس اللي عايزة تعمل ضايت او تقلل وزنها المفروض ياخدوا بالهم من كمية السعرات الحرية لدخل جوه برنامجهم الغزائي سواء في الارنبيت او في اي مادة غزائية عشان يبقى اي برنامج غزائي ممكن يكون له فعالية في انقاس الوزن. يا رب اكون ادار تفيد حضراتكم النهاردة بمعلومة واشوفكم على خير الحلقة الجاية.